ترعيش كميري هي يا رزوله ترعيش كميري بناها هي جمالها يلا قطعي شريانك مرة تانية لاشوف مو هيك حابة، انتحلي بس أول شي لازم تقتليني يا نور أخي، أمي شو صار؟ ليش وقفتي؟ عملية يلا، بتليني، بتليني أخي طلعي فيني نور، طلعي فيني شو كنتي مفكرة؟ ليلي انت كنتي مفكرة انه ما حدا رح يسأل عليك إذا ميت يعني؟ انت بالفعل مجنونة يا نور انت فعلا واحدة مجنونة أخي، 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 أصان لا أمي ما حدا رح يفرق بيني وبين نور أبداً إذا كان بدك تموت يا نور لازم لازم موت أنا قبليك إذا مدتي رح تقتلي شخصين بنفس الوقت لكيف بدك أنا شوفك عم تموت قدامي ووقف اتفرج عليك لحس فيني شوي خالة ياسمين تركتنا وراحت وانتي وانتي كمان بدك تتركينا ما فكرت شو ممكن يصير فيني بغيابك ما فكرت بآذان فكرت فيه فكرت كيف فيني عيش ملاكي يا نور نور ماتت يا آذان ما عندي شي خليني يكمل حياتي أمي وفايز نناتهم راح وتركوني لحال بس أنا هون يا نور ليلي معقول هلأ بطل يهمك وجودي معك؟ آذان كل هاد الشي صار بسبب اللي اسمه شعيرة أول شي قتلت خالتي يا سمين ولا يا خوفي كمان إنه تكون السبب بموت نور وخراب هاد البيت سابة سابة الله يا خدني إذا عم كذب نور هالممثلة عملت دراما قوية كتير يا فرحتي عجد ممعقول يلي ما قدرنا نعمله بسنين نور عملته بيوم واحد الكل مصدومين بها الشي أكيد موسيقى 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 شايرة أنا ما بستاهل أن رب العالمين يرحمني شايرة أنا بستاهل اتعقب يا آزان بس اتعقب كنت اسأل حالي ليش ما عندي أم بحياتي واليوم اكتشفت أني ما بستاهل كمت للناس لأني بستاهل بس العقاب يا آزان أنا بستاهل العقاب أنا ما لازم دل عايشة لازم موت يا آزان لازم موت لا 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 شايرة لا طولي بالك ليكي الحياة والموت بإيد رب العالمين يا شايرة خلص حاجة بقتلومي حالك علي صار حبيبتي بس هالشي كان زنبي أنا هذا غلطي أنا يا آزان لا 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 شايرة هذا ما له زنبك الشي اللي صار رب العالمين كاتبه سامحيني ما كنت لازم عيط عليكي أنا آزف ليش عم تعتذر مني آزان أنت لازم تحتقرني وتكرهني كمان بسبب أنا النور كانت راح تموت يا آزان نور كوني منيحة كوني منيحة خالد خالد شو عم تعمل انت جنيت هذا هذا ما نجنام بابا هذا حب وهذا كمان ما نصلح هذا اللي أضربك فيه ورح يربيك يا قليل العائل والفهم يا غبي سوريا خالص بدك تموت من الحب مهيك؟ تعال أقلك اجرح إيدك يلا سوريا أمي عطيني من إيدك عطيني لشوف عطيني هات لشوف لك هم في وريد شايفه؟ هاد الوريد لا تخربت فيه ولازم يكون الجرح عميق لا تموت بسرعة اقطعوا يلا أرجلني كيف رح تضحي مشان حبيبتك اقطعوا يلا سوريا يلا خالصني انت شو عم تعملي خالص انت جناتي مو شايفه؟ هاد ابني اللي متت لشفته وعلى طول بيخيب ظننا فيه وبعقله ورجولته بده يروح حاله ويهرنا عليه يلا مساهل مصخرة لأنه إذا حدا شافت أو خبر الملكة رازية رح تقلعك من هون وتقلعنا معك للشارع عم يكتب لي أسماء على الحيط نفكر حاله شارو خان واحد غبي سوريا استني خالد صحيح امك قاسي عليك بس هي قلبها كتير طيب وبتحبك وبتخاف عليك كتير شو عم تعمل؟ خلص إيه ده أنا معك لك هون في وريد هاد الوريد لا تخربت فيه ولازم يكون الجرح عميق لا تموت بسرعة اقطعه يلا أرجيني كيف رح أتضحي مشان حبيبتك شو هالجنان هاد يا سابا؟ شايرة مثل أختك يا بنتي بس أنا ما بعتبر شايرة مثل أختي أمي يلي بتقتل مستحيلة تكون مثل أختي فاكري بكلامك منيح قبل ما تحكي يا سابا الكلمة بتجرح أكتر من السيف يا بنتي وهالشي ما بيصير روحي من هون هلأ بسرعة مرتاخي النائب العام تحت أنا رح اهتم بنور انتي روحي ترجمة نانسي قنقر نور لا بقى تبكي بكفي يا بنتي ليكي إذا فهموكي ولا ما فهموكي البكة سيئ كمان ما بيرجع الميت ويلي راح أبدا خلاص طولي بالك حبيبتي لا تبكي نور شو رأيك نطلع على البالكون تغيري جو نفسي تك بتتحسن إذا شماتي هوا تعي معي لا تفكري بس تعي معي يلا يلا يا الله ما بيستحوا بالمرة كل يلي صار بالبيت وهني همون الحب بس تعرفي شو يا نور مهما كانت الصداقة قوية أكيد الحب قوى منه آزان كان رفيقك بس هو كمان زوجة لشايرة المجرمة شايرة أكيد رح يكون إلى الأولوية ولا تتوقعي كتير من آزان يا حبيبتي وإلا أنت رح تتوجعي كتير نور شايرة أي يا مكروه بيصيب نور أنا أنا بموت ما بتتخيلي شو ممكن يصير فيني ما رح يصير شي لنور أعزان رح تكون منيحة بس أنت لازم تقوي حالك شوي ولازم تضل جنبها وتقويها وتخليها تعرف أنه نحنا كلنا ما وما رح نتركها حتى لو شو ما صار نور أكلت شي لا لهلأ ما أكلت أي شي بدك أهمل للشي هلأ تعكله قديشك حنوني يا شايرة أنت مانك يا تيمي الله بيعلم أنه وقت شفتك يا شايرة أول مرة اعتبرتك مثل بنتي اليوم بنتك يا أمي رح تطبخ لأختها بيديها شكراً شايرة شكراً كتير عن جد شكراً لأنك وقف معي لازم فوراً ناخد إفادة نور مالكي رازيا أنا ماني حابة إمنعكم تعملوا شغلكم بس عمقلكم أنه وضع نوري الصحي مو مناسب هلأ للاستجوابات لحسن تتركيني أنا يلي أخذ القرار لو سمحت حاولي تفهميني مالكي رازيا أنا ما بقدير ما أدي مهامي نحن مضطرين نصرح للإعلام وللشعب ونشرح له شو صار نحن مضعف سيادة النائب لحتى تجاوب عنا نحن منعرف نحكي بالوقت المناسب وقت تتحسن نور أنا بخبرك لتجي وتكمل شغلك بإمكانك تتفضل هلأ ماشي هلأ ما رح يحكو بس يا مرتخي هلأ رح يتهموك بالجريمة كمان يا غبية كل شي كان ماشي بالطريق الصحمة شوكا بس من اللحظة يلي إجت فيها هالمنحوسة شايرة كل شي تدمر وإنتي أدرب هالشي تحقينا بيّن أنه النار بلشت من المطبخ لا نور ما أكلت شي من الصبح وكنت عمفكر أعمل لها خيش دي ما في داعة عزبي حالك نحنا منعمل لها بعدين نور ما رح تاكل من إيد حدا لهيك ريحي حالك بس بلك حبة الأكل يلي بعمله أنا هي اللي قتلت لها أما لنور ما بعرف شو ناوية تعمل لا أبدا تعمية من إيدها كمان الله بيعرف كل شي يا ما شوكا العالم اللي بيدمروا العيال مستحيل يعيشوا ساعدين أبدا شو عم يصير؟ كنت عم بعمل خيش دي لنور معقول؟ أنا بعرف إنه نور حابة تموت وتخلص بس مو بيسمحات الطيب الأكل تركي من إيدك أنا بس عم حضره أعزان رح يطعميه وهو رح يقنع نور تاكل ورح يطعميه بإيدي شايرة؟ نعم كل شي تمام؟ أي شوفي حدا زعجك بشي لا آزان كل شي منيح بدي اسكو بالأكل تفضل هو رح يقنع نور تاكل ورح يطعميه بإيده كمان شو واثقة من حالها البنت إذا هي ما زدت الأكل بنصف الشو لآزان أنا ما بكون سورية خانوم هالشي ما رح يصير أبدا آزان بيقدر يقنع نور تاكل وبيطعميه بإيده خلينا نتراهن ماشي وأنا موافق من تراهن أنا كمان براهن يا سيد بميتين إنه نور ما رح تاكل من إيد شايرة طالما كله عمي راهن ليش لا أنا كمان رح راهن وعلي بميتين يلا تعالي ناكل سوا أنا وياكي لا ما بدك؟ متأكدة؟ طيب أنا رح كبهن من الشباك لا إذا ما احترمنا النعمة الله بيزعل مننا أكيد وإنك تضل بلا أكل هالشي ممنيع وإذا أنت ما بدك الله يزعل منك لازم تأكلي صح حوانا أمي طعمته مثل الأكل يلي بتساوي أمي تماما يا آسان تعرفي شغلة شايرة؟ نور ما بتحب غير الأكل يلي بعمله أنا إيه لأنك بتضيفي له حب كتير كبير وكمان بتضيف شغلة تانية حبيبتي يا ترى شو اللي بيعمل هالأكلة طيبة يا حزريك وبتكون أطيب كتير من البرياني شو هو؟ أنا بستخدام مرأة لمخلل تعمله كتير طيب وأطيب من البرياني شكرا خالتي تعرفي شايرة؟ ليش خبرتك هالسرلة كبير؟ ليش؟ مشان وقت موت أنا وروح أنت تعملي لهي الأكلة لنور من تحت إيديك بتعرفوا أن الواحد لازم يعرف أذان منيح وأنا بعرفه من لما كان صغير طول عمره ما بيحب الفشل مثل رازية نفس الطعم يا نور بس حدا تانية اللي عمل لك يا شايرة هي ليه؟ ليه عملت لك هذا الأكل؟ شايرة؟ لكن كبه يلا نور نور ليش كبه؟ بس لأنه شايرة عملت لك يا؟ هذا مطبوخ بالإيدين يلي قتلوا أمي من كم يوم يا آزان نور لا أنت بدك تضل تلوني شايرة؟ أنت هون مشان تدافع عنا مو؟ أنت ما بيعني لك غير هي ما بتهتم غير فيها ما هيك؟ نور أنت عن جد فكرة أنك ما بتعني ليه؟ صدقتي فيكي كتير مهمة عندي مثل حبي لشايرة وأكتر إذا أنت ضحكتي معناها أن شايرة هي ساعدتي نور أنا ما عم بكذب عليكي بي ولا حرف ما فيني عيش بلاكن أنتو التنتين أنا بدي أنك ما عدت قارني حالك فيها بترجاكي نور لا عدت عملي هيك ولا عدت طلبي مني أني اختار واحدة من بيناتكم لأنه وقتا صدقيني أنا رح موت يا نور ليك اسمعيني شوي أنا بعرف منيح أنه شايرة غلطت بس هي اعتذرت على غلطة يلي بدون قصد أنت خسرتي أمك صحيح بس كمان شايرة خسرت أنت كان عندك حب الخالي ياسمين لسنين بس شو رأيك باللي صار مع شايرة؟ هي وقت يلي صار عندها أم خسرتها واحترق قلبها نور إذا انت زعلاني شايرة كمان عم تتوجح ومن قلبها نحن لازم نشارك بعض بأحزاننا بدل ما نزيد وجع بعض لازم نهون على بعض ونكون إيد واحدة يا نور خلص خلصينا من هالقصة خلينا عائلة وحدة بترجاكي انسي اتفقنا نور هلأ كلي أكلك وخلصي كله أنا رح جبلك دواكي أعزان فيك نفذ لي هالطلب كيف؟ نور بده تحكي معي أنا؟ ايه شايرة؟ نور بده تحكي معي كله وتصالحك يلا يلا تعالي معي بس إذا شافتني نور تعرف إنه رح أتعصب وتجن فورا شايرة سمعيني بعرف إنه نور أحياناً بتعصب وكلامه بيكون قاسي شوي وما بتحسبه منيح بس قلبه كتير طيب يا شايرة أنت بتعرفي هالشي صدقيني نور من وقت ما كانت صغيرة بتفهم الشغلات بعد وقت طويل بس بتفهمها منيح مشان هيك قالها روحي وحاكيها لأنه هي بحاشتك بهذا الوقت هي بتحبك كتير موسيقى 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 وبدي أعتذر منك بس ما كان عندي جراء يا نور كل اللي صار بسببي بسببي أنا سامحيني نور عادي إذا ما بدك تسامحيني نور طيب علي العاق بيني أنت رفئة أزان وأنا بعتبرك مثل إختي أنت ما بتتخيري أديش أنا بحبك يا نور وبأمل كل شي لحتى تكوني سعيدة ومبسوطة حتى أني بعطيكي حياتي كلها لا تضحكي بس لا تظلي ساكتي هيك ما نعطيني أنا بعرف أنه أزان هو حياتك شايرة أعطيني أزان هل كيف؟ أنتي ما أسمعتي ولا ما أفهمتي شو قلت أنتي يلتي تعملي كل شي لحتى تكون مبسوطة وسعيدة أنا رح كون سعيدة مع آزان طلقي من آزان فورا هيك أنا فيني أتزوش أنتي أخدتي بايزني وأنا بدي شخص بداله آزان نور شو اللي هم تحكي أنتي ما هم بفهم كيف كيف تفكري بهذا الشي نور أنا ما فكرت أنا أخد قراره خلص شوفي إذا آزام ما نلئلي وما نقدري ما كانت رسامت الحن كتبت اسمه على إيدي بالصدفة يا شايرة كتبت اسمه على إيدك بسمه على مستقبلك يا نور آزان ما لئليك أبدا آزان كان على طول لئلي يا شايرة كان غلط مني أنا إني قبلت أعطيكي يا آزان بشر ما لئلي لعبة لا أعطيكي يا وإنتي تاخدي آزان ما لئليك أبدا شكرا 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 شكرا